خلال اليومين الماضيين جرى الامتحان الجهوي لنيل شهادة البكالوريا على المستوى الوطني قبل ذلك تجندت الفرق الجهوية والإقليمية لزجر الغش بمجموع المراكز بالمقابل تجند بعض المترشحين لنيل هذا الامتحان بالغش وتنوعت حجاجهم مع ظاهرة الغش حيش نشوفه أصلا ضروري بندم بشي عاون نرسو بشي نجح كون كنا قلقين علامة نعولوا لكي شرحوا الأسزة لكي شرحوا مزيان ما كناش غن نقلوا بالمقابل فريق آخر يذم الغش ويحرمه على نفسه ويجرمه على زوجه ملائه المترشحين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص شعارهم في ذلك لكل مجتهد نصيب أنا دا الضائرة الغش حيش كتلقاش حمل واحد كيشمح العام كامل وكيسعر ليالي كيفيق الصباح بكري بش يحفظ كيجي واحد كيستغل أسهل الوسائل اللي يلغش بش يحقق الهدف دير العام كامل هو كيوجد وكيخدام وكيحفظ كيخلص سواء والدي محنين معا وكيجي واحد كيخسر على ألف درم بحل كيشري الباكب ألف درم بالكيش ولا على الضائرة أنا ما كان نواقف ولا ما كان نوافقش عليها لأن أحسن حاجة بالنسبة للجميع هو إنسان يعول على رأسه وأنه ومشي يخدم وذكشي على ذيره اللي حسب الله بنا دم دم نهار وما طلوك يحفظ والآخر كيجيك ينقل وكينجح والآخر غيبقى في الحال بنا دم يحفظ باش ينجح أنصار الغش تنوعت وسائلهم بين استعمال الهاتف النقال ووسائل إلكترونية ووثائق غير مسموحين بها أنا الأوان للتفكير جماعي أعني به المشيغر الفاعلين التربويين ولكن كذلك المجتمع المدني وسائل الإعلام نقابات الأحزاب السياسية جميع الفعاليات يجب أن تفكر في إعادة النظر في البرامج في إعادة النظر في المنظومة التقويمية لأن هذه المنظومة التقويمية ما أعطيتش بزاف وكذلك تشكل واحد الهم بالنسبة للعائلات واحد الهاجيس أمني كذلك بدنا أن نتصارع مع التسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي بالأرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رصدت حالة الغيش بمختلف الأكاديمية الجهوية جهة سوسماسا 41 حالة جهة بنملا الخنفرة حالة متفرقة وسجلت بجهة الشرق 77 حالة وبجهة فاسمكناس حالة معزولة وأخيرا جهة العين سمارة 87 حالة غشة 24 ساعة تفصل المترشحين عن الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا الذي سينطلق الثلاثاء القادم على مدار ثلاثة أيام 72 ساعة خلالها فرق زجر الغشة ستتعامل بحزم ويقظة مع كل من يعتبر الغشة حقا من حقوقه شكرا